دكتور في هذا اللي أنا قاد أنا عضو النادي عشان أخرج من البيت أروح أصوت مبدئيا إيه اللي لازم أن أخذه معايا مبدئيا حضرتك لازم يكون معاك حاجتين مهمين جدا وصقتين مهمين جدا عشان ما روحش وارجع آه عشان ما تروحش وترجع لأن طبعا إحنا محتاجين صوتك بكل قوة لأن زي ما ذكرنا دلوقتي أنت بتضمن قوة مستقبل النادي الأهلي بهذا الصوت أنت كمان بتعبر على ألاف الجماهير وملايين الجماهير اللي موجودين داخل جمهورية مصر العربية صح وأيضا خارج جمهورية مصر العربية يمكن أنا في حقيقة في الصباح الباكر ومن أمس كان عندي اتصالات من دول عربية ومن دول أوروبية ومن الوقت المتحدة الأمريكية بيتطمنوا على إزاي هيجوا وهيجوا هم محتاجين مسحة كورونا طب لما هم هيجوا الصبح في طيران هيوصل الساعة تسعة لتلت أنا بتكلم على ناس بتتكلم من برى مصر فإن بارح كلمت مستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين اللي احنا عاملين معها بروتوكول قالوا لي احنا نقدر ناخد المسحة الساعة عشرة ونسلمك الساعة ستة لأن في زملة من أعضاء الجمعية العمومية الموقرة بتاعتنا قالوا لي طياراتنا بالليل الساعة 11 بالليل أنا بقول ولو عايزين نقول حرص الناس حرص الناس وعايز أقول أسماء لو عايزين نقول أسماء نقول أسماء ولكن إحنا نسطنا معاهم فقلنا لهم فعلا إحنا هنبقى موجودين هتاخدوا المسحة الساعة عشرة هنسلمكوا من سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين ساعة ستة إن شاء الله تطلعوا المطار إن شاء الله معاكم البي سي آر لأن في بعض الدول زي المملكة العربية السعودية أيضا حتى بتشترط وانت واخد التطعيم بتشترط أيضا إنك لازم تعمل بي سي آر فانحمد لله دي أنا بقول لحضرتك أدي إيه في حرص شديد من الناس فعشان ما الجيش المشوار ده كله وترجع تاني لازم معاك وثقتين بطاقة الرقم القومي ده مهمة دي ودي الوثيقة الوطنية ده رقم قومي للعضو ده للعضو إن شاء الله والحاجة التانية الكرني بتاع العضوية بتاع النادي الأهلي سواء كان للعام المالي الحالي أو للعام المالي المواضي السابق اللي فات دولة الوثقتين المسموح بيهم لللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يعني الكرنيه اللي مكتوب لفيه تنتاهي ينتاهي في تلاتين ستة عشرين واحد وعشرين ده ساري ده ساري جددت للسنة الجديدة ماشي عشرين واحد وعشرين ده واحد وعشرين اتنين وعشرين السنة المالية الحالية ده حضرتك مستمرة أيضا بس لازم يكون مع حضرتك بالرقم القوم مرة تانية بأكد على الانصرين دولة ماليوش بديل للرقم القومي سواء كان جواز صفر او رخصة قيادة او رخصة سلاح كل الحاجات دي تنقشنا وعلى فكرة ده باجماع السادة المرشحين ده كان برضو طلب عشان محدش برضو يعتقد ان احنا بنبقى متشددين او او لاخره ده كان طلب السادة المرشحين كلهم في اجتماع اللجنة القضائية يوم الخميس الماضي في حضور اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتم الاتفاق وتسجيله في المحضر الرسمي بهذه الجلسة وتم الاتفاق على ان دولة الوثقتين اللي هنلتزم بيهم في اللجنة كرنيه النادي وبطاقة رقم القومي احدش يقول لي رخصة سلاح رخصة قيادة باسبور لا هي البطاقة الرقم القومي وكرنيه النادي دولة الوثقتين اللي هنهتم بيهم جدا النادي يفتح الساعة كم النادي ابوابه ان شاء الله هتبدأ عمليات التصويت من الساعة التساعة صباحا ممتدة حتى الساعة السابعة مساء ان شاء الله ده في اليوم الاولاني وفي اليوم التاني ايضا اللي هو يوم الجمعة ان شاء الله هيبدأ برضو عمليات التصويت من التساعة حتى السابعة مساء ونبدأ على الجمعة على الجمعة تحديدا هيبقى من عندنا من تسعة لحد الساعة سبعة لكن العاملين الجهاز الوظيفي بتاع النادي هيبقى موجود ان شاء الله من ساعات مبكرة جدا ممكن فيه فريق محتاجينهم من الساعة أربعة ده موجود عمليات اللوجستية كلها موجودة سواء كان متعلقة بالنقل المنافذ موجودة مفتوحة بالكامل الخدمات الصحية أيضا موجودة على سبيل المثال إحنا متعقدين مع الإسعاف لكن أيضا أضفنا سيارتين إسعاف ده بالمناسبة سيارتين إسعاف هيبقوا موجودين في مقر الجزيرة بالإضافة إلى سيارة الإسعاف اللي إحنا متعقدين عنها طيب أنا لسه ما وصلتش النادي أنا ركبت عربيتي ورايح النادي في الجزيرة النادي فاتح من 9 الصبح تمام لاستقبال الأعدار طبعا فاتح من قبل كده لكن عمليات الاقتراع تبدأ والتسجيل 9 صبح وصلت النادي أركم فين بالنسبة لأماكن الانتظار إحنا حددنا مجموعة من أماكن الانتظار في الحقيقة كلها في متناول أعضاء النادي في جراش عمر مكرم جراش التحرير في جراش المحافظة اللي موجود في الجبلاية ده أيضا إحنا الحمد لله وفقنا أن إحنا أخدناه في جراش اللي موجود بتاع نقابة المعلمين ده أيضا موجود في صف واحد في الشارع الموجود أمام المرسى ده أيضا صف واحد أماكن الانتظار المسموحة فيه صف واحد أيضا في شارع العظيم رحل كده ان صلح سليم ده أيضا موجود صف واحد ده أماكن الانتظار طب أنا هركم في التحرير هروح النادي إزاي همشي المسافة دي كلها هتطلع حضرتك من الجراش بتاع التحرير هتلاقي الباصات منتظرة حضرتك هتاخد حضرتك من جراش التحرير أو من جراش عمر مكرم إن شاء الله توصلك لحد بوابة المعلمين بإذن الله يعني أركم في عمر مكرم أركم في ميدان التحرير ألاقي بص هياخدني للنادي للنادي وإنت حضرتك بالمناسبة إحنا الأدوار اللي موجودة في عمر مكرم 2.3 و4 دولت بتعطي النادي خاصين 2.3 و4 في جراش عمر مكرم في عمر مكرم وجراش التحرير أيضا 3.4 دولت أيضا الموجودين فيهم بالنسبة طيب الناس الزملاء اللي هم عندنا في مقرات مدينة نصر وفي مقرات الجزيرة إن شاء الله أنا عدوا في الشيخ زايد دولة أعضاء الشيخ زايد وأعضاء مدينة نصر إن شاء الله هيبقى موجود بصات البصات بتاعت مدينة نصر بتتحرك من بوابة الجراش الجديد إن شاء الله من مدينة نصر وبعدين بتتحرك في مسار حركة معروف ومحدد ومعاهم مشرف أمن عشان يضمن أن البص ده ما بتحركش خارج مسار الحركة المحدد له وده إحنا جايبين ويمكن قدام حضراته ونقطة التحرك هتبقى بوابة الجراش بيعدي شارع الطاقة ثم شارع حسن مأمون ثم طريق النصر كبرى أكتوبر ثم طريق الجبلية نقطة الوصول أمام بوابة المعلمين وعلى فكرة زمن التقاطر بتاع كل سيارة ما بيزيدش ما بين كل سيارة بتطلع وبص بيطلع 15 دقيقة فقط مش 30 دقيقة يعني أنا لو عدوا بارتاد مدينة نصر أروح أركم في الجراش بتاع الأهلي في مدينة نصر وحلق البص هتلاقي حضرتك البص البص هيتطلع يتحرك في مسار الحركة اللي أنا قلت عليه وكل ربع ساعة فاتن البص هاخد التاني بعد منه بربع ساعة بعد منه بربع ساعة على فكرة إحنا موفرين بالنسبة لمدينة نصر عشان عارفين حجم العضوية في مدينة نصر موفرين 60 باص موجود 60 باص موجود إن شاء الله رايح جاي رايح جاي ده هيفضل حركة التقاطر بكل ربع ساعة دي رايح جاي بداية من الساعة 8 ونص إن شاء الله عشان لما يوصل عندنا يلحق يخش ودخل على بداية التصويت ثم هيحصل حاجة إحنا عملينها المرة دي اللي هي اللوجستية العكسية اللي هي ابتداد عكسي هنبدأ من الساعة 6 ونص تبقى الحركة كلها الباصات هتتجمع في الجزيرة وترجع تاني تاخد بقى كل الناس اللي من الجزيرة ده بالإضافة برضو أن هي بترجع من الجزيرة كل ربع ساعة يعني اللي عايز يخلص التصويت بتاعه ما ينتظرش لحد نهاية اليوم ده بيرجع برضو في ربع ساعة لكن بقى في نهاية اليوم إن شاء الله من 6 ونص إن شاء الله كل الباصات هتبقى موجودة في مقارب الجزيرة ترجع كل الزملاء العضاء الجمعية العمومية والموقرين يرجعوا إن شاء الله إلى المقارات الأسر يعني هنا كل ربع ساعة وهنا كل ربع ساعة وطبعا ده بنفس السيستم ده احنا عاملينه في زايد من أمام بوابة البنوك إن شاء الله برضو هيمر في نفس خط سير محدد للباص إن شاء الله بحيث أنه يوصل إلى مقار بوابة المعلمين برضو ييجي لحضو الشيخ زايد يركن عربيته جوه النادي يركن عربيته جوه النادي ويركن من قدام البوابة وطبعا دي يعني برضو مهم جدا إن حضرتك تسمح لي زي ما كنا فخورين جدا حضرتك النهاردة إحنا يعني حضرتك الكلام بالحديث يوسكر إن إحنا زي ما بنقولنا إن إحنا هنروح البارك بتاع مدينة نصر اللي كنا بنعلم به وتعامل الحمد لله وتحقق النهاردة بيحللنا واحدة من المشكلات التاريخية اللي كانت موجودة في مدينة نصر فبنهنيهم على البارك أيضا زي ما إحنا عملنا كده في مدينة نصر بنهني طبعا أعضاءنا الموقرين في الشيخ زايد بالتشغيل التجريبي للصلاة الجديدة الأربعة صالة الكاراتي وصالة السكواش وصالة تنس الأرضي وصالة أيضا الجنباز اللي بدأوا بالفعل تشغيل تجريبي من يوم الأربع فبنهنيهم إن شاء الله وده يعني حاجة إحنا فخرين بيها في النادي الأهلي